مشاهدين في هذه الحلقة يساعدنا القائم مع دكتورة كوكب شعراوي مدير الخدمات الطبية ورئيس وحدة مكافحة العدوى بالمركز القومي للطب واجراحة العيون بردو الفرج أهلا بحركة أهلا بحضرتك بداية دكتورة كوكب يعني هناخد فكرة عن الخدمات الطبية يعني إيه وحدة الخدمات الطبية داخل المركز القومي للعيون وحدة الخدمات الطبية هي مسؤولة عن الأطباء وتوزيعهم وتعليمهم وتدريبهم ومسؤولة عن شكاوي المرضى أي حاجة متعلقة بالمريض لوحدة الخدمات الطبية مسؤولة عنها مسؤولة عن العمليات مسؤولة عن العيادات الخارجية عن العيادات التخصية عن نبطشيات الأطباء عن كل حاجة ليها علاقة بالمريض احنا مسؤولين عنها في وحدة الخدمات الطبية يعني عملية تنظمية تنظيمية للأطباء وعملية تنظيمية للطوارئ والعيادات الخارجية والعيادات التخصصية ولسة العمليات وإحنا المنبنون بقى مسؤولين عنها لو في قرارات طلعينها للمرضى برضو إحنا المسؤولين عنها في الوحدة للخدمات التبية طيب أنا أبتدي من شكاوى المرضى وإزاي بتتواصلوا مع المرضى بخصوص الشكاوى ويتتعاملوا معها إزاي بتحقوها إزاي احنا بالنسبة لشكاوى المرضى عندنا هنا في لجنة اسمها لجنة شكاوى المرضى لجنة شكاوى المرضى دي الرئيس بتاعها بيبقى طبيب وفيه اعضاء برضو فيها اطباء وفيه اعضاء اداريين المريض لما بيجي بيقدم الشكوى بنخليه يكتب الشكوى وبياخد صورة من الشكوى ديت وبيتواصل معنا وبعدين لو فيه شكوى مثلا من عملية عملت للمريض والمريض بيشتكي بنفحص الملف وبنيعرف الخطأ كان فين هل الخطأ كان من عندنا ولا الخطأ ده خطأ وارد ولا الخطأ كان في المريض ولا ما فيش خطأ وهل هي ممكن تبقى ساعد شكاوي كايدية فده بنمشي في السلسلة ديت وبعد كده بنتواصل مع المريض بيبقى معاه رقم تليفونه وبنبعث له تاني وبنقوله يعني ايه اللي حصل في الشكوى بتاعته بالزبط يعني فيه تواصل من خلال صندوق مثلا الشكاوي ومن خلال مقابلة شخصية لا هي ما عنديش صندوق شكاوي انا عندي فيه خدمات خدمات مش خدمات طبية يعني فيه اللجنة دي عن طريق موظفة بيدخل المريض وبيقدم الشكوى للموظفة المسؤولة عن شكاوي المرض دي بعد كده بتعرضها على اللجنة اللجنة دي بتعتقد بتنعقد مرة كل خمستاشر يوم وبنقول ايه حصل ما عندنا شكوى من فلان وفلان وفلان ونبتدي نفحص ونشوف ايه مدى الشكوى دي ايه واذا كنا هنقدر نساعد المريض في حاجة او لو هي شكوى يعني وارق يعني مضاعفة مثلا او وهمية خلاص بقى يعني بقى بقى فلحد كده ممكن هو المريض بقى بيروح بعد كده يشتكي في جهات اخرى برضو بتجيله فرصة ان هو يشتكي يعني ما بقفلش عليه هل في شكاوى يعني اتحققت يعني من صحيتها مثلا ووجدت ان هي فعلا شكوى حقيقية وايه الاجراء اللي بيتخذ فيها طبعا في شكاوي كان شكاوي حقيقية وبناخد اجراء مع الطبيب بننزله مرة واثنين ولو يعني بس الحمد لله احنا ما وصلناش لسه لمرحلة ان احنا نفصل حد لكن برضو الطبيب ده بيتوقف عن العمل فترة في المركز بني يعني في حاجات كتيرة بناخدها مع الطبيب ده اللي هو او بغير له البرانش بتاع اللي شغال فيه او قفوا عن العمليات طبعا لازم بيبقى فيه اجراء مع المخطئ يعني دكتورة يعني يمكن عملية تنظيم المترددين على المركز بتحتاج الى يعني تنسيق وتنظيم ولذلك عشان تلافي الزحام ازاي بتتحققوا او بتحقيقوا هذه العملية التنظيمية بحيث ان يكونوا كل واحد عارف دوره مافيش حضرتها انا دلوقتي في عندي عيادات خارجية في مسؤولة عن العيادات الخارجية في طبيب في طبيبة مسؤولة عن العيادات الخارجية اللي هي مديرة العيادات الخارجية اه في مسؤول تاني عن العيادات التخصصية مدير العيادات التخصصية في تحت المديرة العيادات الخارجية في كل يوم ليه في اه طبيب مسؤول عن هذا اليوم لو حصل فيه مشكلة اه هو اللي بيحل المشكلة دي وهو اللي بينظم الشغل بنبتديه يعني من 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 تحت الفوق يعني مسلا في نايف سينيور ده المسؤول معرفش يحل المشكلة او معرفش ينظم في رئيس المجموعة بتاعته معرفش ينظم في المدير بتاع العيادات الخارجية معرفش ينظم او في المشكلة لسه ما تحلتش في مدير الخدمات الطبية ما تحلتش المشكلة في مدير المركز يعني كده الدنيا الدنيا بتتنظم يعني احنا الحمد للعداد عندنا كتير جدا بس كل واحد بياخد دوره وعرفه وبيلتزم به فما بيحصلش مشاكل كتير يعني طيب توزيع الأطباء يا دكتورة كوكب يعني والتخصصات المختلفة وإيه التخصص المحتاج هنا لا محتاج هنا أخلي بالي وتمريد كذلك في هذا الموضوع لا حضرتك برضو في عندي عيادات الخارجية دي حاجة اسمها جنرال المريد بييجي بيكشف العيادة الخارجية لو هو محتاج عيادة شبكية بنبعثه بنعيادة الشبكية ما يحتاج قرانية بيتبعت عيادة القرانية دي العيادات التخصصية بعد كده لو هو ليه عملية أو ليه قرار برضو بيتعمله القرار وبيتعمله العملية تمام انتو مسؤولين برضو عن الاستخراج القرارات وتعامل ما احنا بنكتب له القرار وبنبعثه المجلس الطبية المتخصصة هي دكتور اللي بيكتب ولا انت خدمات الطبيب هو اللي بيكتب القرار طبيب استشاري شبكية بيكتب الشبكية استشاري ميا بيدا بيكتب ميا البيضة استشاري جلوكومة بيكتب الجلوكومة وبعد كده بتروح المجالس الطبية المتخصصة من خلال ربط من خلال دلوقتي تقريبا في ربط الالكتروني عن طريق الانترنت يعني اه احنا ما بنستدناش على القرار لما بيجينا ديركت بالورقة احنا لو ما بيظهر على شاشة الكمبيوتر خلاص انا بفعل القرار لحد ما ييجي ورقيا بقى المدة يعني اللي بيأخذها القرار على ما يطلع عدية الدكتورة لا هو في خلال اسبوع بيكون طلع القرار على الشاشة او اقل من كده لكن على ما بيجيلي هنا ممكن يوضشه ممكن يكون العيان لو ما فيش شوية انجليس ممكن يكون عمل العملية بل ما القرار يجيله يعني حالة عاجلة انا ما بستناش قرار انا بيدخله لحين صدور قرار لان احنا عندنا هنا حاجة اسمها ما قلت العين لما قلت العين دي شغالة فده ما يستناش لازم في ممكن يومها او تاني يوم تكون انت عميت له العملية من الغير لا استنى قرار ولا استنى اي حاجة بقول ده دخول لحين صدور القرار لحالة عاجلة تقريبا ادي قرارات علاجة على فأة الدولة في المركز لا لا ده كتير قوي كتير جدا ده يعني يعني جارف احسبها ازاي بس هل بيلكم برضو تحول ممكن يعني خمسين ستين قرار في اليوم او اكتر انا ما حاسبتاش بس انا بمجي قرارات كتير يعني بالنسبة للتأمين الصحي برضو في تحويل تأمين صحي عندكم اه فيه فيه جهات من التأمين الصحي لو مش عندها الخدمة بتحول علينا على المركز بتاستقبله من اي مكان من اي مكان طالما هو في المستشفى بتاعته ما عندوش الخدمة بنستقبله طيب برضو في بعض الناس يعني مفيش عندوهم تأمين مفيش عندوهم او مفيش خرارات علاجة في الدولة هل فيه ممكن ناس مثلا بتعمل بحث اجتماعي نعمل بحث اجتماعي بس دلوقتي مفيش حد ما بيطلعلوش قرار حتى كان زمان ان هو لازم ليه لمت للدخل بتاع عشان يطلع له قرار دلوقتي اي حد ممكن يتعمله قرار على نفق الدولة فيهاش مشكلة خالص يعني بدون التحقق من هو يستحق ولا لا ان هو يستحق القرار ولا لا بيتعمله ممكن انا بعمل بحثة حالة لو انا في فحوصات مثلا بعملها ممكن اعافيه من الفحوصات دي لان الفحوصات ما تبقاش بين داخل القرار اه يعني الفحوصات مش داخلها في قرار علاج عالفة الدولة الفحوصات وفيه تحقيق ما بتدخلش في القرار بحث حالة لو هو مش قادر يدفع ما بيدفعش طيب التمريد ازاي بتتعامله مع النقص في التمريد اللي موجود في اه لا لا دي مشكلة كبيرة جدا فيه نقص في التمريد وفيه كمان يعني بنقول الكم والكيف التمريد عندنا هنا يعني بالنسبة عندنا في المستشفى التمريد معظمهم كبار ومعظمهم برضو يعني الكبار وفيه ممكن يكونوا فيه عندهم امراض مزمينة او كده ففعلا انا عندي هنا في المستشفى فيه نقص في التمريد ونادينا كتير ان احنا عايزين تمريد بيقول لنا لا العدد بتاعكه كافي مش مشكلة في العدد المشكلة في الكيف بتاعك الكفاءة بتاعك الناس اللي موجود فدي مشكلة يا ريت فعلا ان حد يعني يحلها اخيرا يا دكتور يعني الاطباء طبعا هنا ما بتعنوش مشكلة في الاطباء لان الكل عايز يجي مركز رود الفرج العيون فازاي بتم بقى يعني التنسيق التوزيع الاطباء وتوزيع الاطباء احنا هنا بنيجي طبعا بيجو بيجونا حسب مجموحهم هنا المركز بياخد المجميع العالية من الاطباء ففعلا انا عندي هنا بيحصل فيه تكدس فيه يعني فيه عدد الأطباء بس مش الأطباء اللي استشارين الاطباء اللي هم المقيمين المركز واخد زيادة عن يعني عدد الموجود في الاطباء المقيمين تمام عندنا تدريب وعندنا زمالة وعندنا فيه قسم خاص بالتدريب وفيه برامج تدريبية بالنسبة للزمالة وبالنسبة للأطباء المقيمين وعندنا كمان فيه حاجة تانية اسمها زائر طبيب زائر بيجي هنا المركز الزائر ده بيبقى هو طبيب حر أو طبيب حتى في مكان وهو مش قادر يستفيد فبيجي اسمها طبيب زائر طبيب زائر ده بيبقى طبعا بفلوس يعني أنا بشكري شكرا جزيلا دكتور كاوكب شعراوي مدير الخدمات الطبية ورئيس وحدة مكافحة العدوى بالمركز